طبعا أبدأ أولا بعملية تهريب العملة إلى الداخل إيران تتخذ سياسة تخزين العملات النقدية لاستخدامها في مواجهة العقوبات المستقبلية عندما نتحدث عن العقوبات الدولية فنحن أيضا يجب أن نشير إلى إمكانية خرق هذه العقوبات من خلال المهربين من خلال أيضا المتعاملين في السوق السوداء الذين يزودون إيران ببعض احتياجاتها ولكن إيران لا تستطيع أن تقوم بتسوية مدفوعاتها من خلال الشبكة العالمية أو من خلال المصارف وبالتالي هي إما تعتمد على المقايضة من جانب المقايضة النفطية مقابل الغذاء على سبيل المثال للحصر أو أن تقوم بدفع تكلفة بعض احتياجياتها عن طريق العملة النقدية التي تخزنها ولكن السؤال الأهم إلى متى ستستطيع إيران أن توفر هذه العملة وبالتالي تستمر هذا من جانب من جانب آخر التهريب لعبة إيرانية وخرق الاتفاقيات لعبة إيرانية ولكن يبدو أن الحكومة الأمريكية الجديدة باتت متنبهة لهذا الجانب وفرضت قيود مشددة على كل من يخرق هذه العقوبات الأمريكية وبالتالي أنا أعتقد أننا دخلنا مرحلة حقيقية في مواجهة إيران عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية والعالم ترجمة نانسي قنقر